يعني ما فيش شك ان شاء الله النادي الاهلي هيسافر بكرة للمغرب وطبعا فكرة المعسكر بفترة كافية والاستعداد الكافي لمباراة نهائية اعتقد ده بيبقى مهم جدا جدا عشان كده فكرة تأجيل مباراة استري كامبين اللي كانت هتقوم يوم 25 ده كان شيء مهم جدا للنادي الاهلي بنحيي ربطة الاندية على الامر ده وتفاهم الوضع بالنسبة للنادي الاهلي بطولة تاريخية للنادي الاهلي والمصر والجماهير وكل المصريين صراحة لما النادي الاهلي ياخد هذه البطولة ويتسايد افريقيا من خلال التلت بطولات متتالية اعتقد ده بيبقى رقم تاريخي وبطولة تاريخية بالنسبة للنادي الاهلي والتالي طبعا كان فيه مساندة من ربطة الاندية وايضا نادي استري كامبين اللي كان من خلال استاذ هاني امان مبارح بالامس وكلامه عن رأيه في تأجيل المباراة اللي احنا اكيد بنحترم رأي ربطة الاندية وقرارها ومساندة النادي الاهلي فيه مشواره فيه بatar النهاء ان شاء الله كل التوفير لنادي الاهلي لكن خلينا اقول لكم ان الاتحاد الافريقى حتى الان ماداش قرار خاص بالجماهير وسعة الجماهير ونصيب النادي الاهلي من عدد الجماهير اللي يكون موجود فيه الاستاذ استاذ محمد الخامس وبالتالي احنا في انتظار القرار الخاص بالجماهير المتاح للنادي الاهلي في نفس الوقت استعداد للشركات المتواجدة او للنادي الاهلي اتعاقد معها لصفر جماهير النادي الاهلي برضو في انتظار الوضع الخاص والاجتماع المرتقب ما بين اللجنة المنظمة والاتحاد الافريقي بخصوص الامور كثيرة منها طبعا عدد الجماهير للنادي الاهلي وازاي هتتوزع التذاكر وازاي الامور هتبقى متاحة للتذاكر لجماهير النادي الاهلي هل هتبقى عن طريق الانترنت هل هتبقى فيه منافس بيع للجماهير النادي الاهلي في المطار مجرد وصولهم للمطار هيبقى فيه منافس بيع يعني لغاية دلوقتي الامور مش منظمة بالشكل كيف مفوض الامور دي تبقى من بدري اوي 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 مجرد ان انت بس تعلن عن المكان وخلاص حصل استقرار بتتدي تدي القرارات الخاصة بسعة الجماهير بالنص بقى اللي احنا كنا او كان النادي الاهلي بيطالب بيها وفي نفس الوقت اللي هتبقى متاحة ازاي التذاكر دي هتتبقى ازاي هتتخدها ازاي الجماهير امور كتيرة جدا جدا متأخر فيها جدا الاتحاد الافريقي واللاجنة المنظمة للمباراة ودي طبعا تؤخذ على الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا في حتة التأخير في كل التفاصيل بداية من الاعلان عن مكان المباراة وطبعا فكرة ان المباراة هتكون موجودة على ارض الخصم الخاص بالنادي الاهلي ده برضو حاجة ما فيهاش نوع من الانصاف بالتالي برضو الجماهير لغاية دلوقتي ما فيش قرار خاص بنصيب النادي الاهلي من الجماهير حاجات كتير جدا جدا الاتحاد الافريقي معرفش يعني الامور بتدار حاليا ماشية ازاي في الاتحاد الافريقي ولكن النادي الاهلي قادر على التخطي الصعوب دي كلها والتركيز الاكبر في الملعب بالنسبة لللاعبين وده اللي احنا نتمنى ان شاء الله من اللاعبين لان هما هي خلاص المخزون التاريخي والمخزون لدى اللاعبين ووصولهم مرتين لكاس افريقيا او لنهاية كاس افريقيا بيديهم كيفية التعامل مع مباراة زي كده كيفية التعامل مع اي مشاكل جمهورية ممكن تبقى موجودة اي مشاكل في الملعب تكون موجودة ان شاء الله ان شاء الله بس هي فكرة التركيز وما يروحش بعيد خالص تركيزهم عن المباراة والوصول لديها تسعين وانت ان شاء الله حامل اللقب بامر الان المرة التالتة على التوالي بالنسبة للنادي الان عشان كده في اجتماع مرتقب ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المغربي اللي يبحث ترتيبات النهائية لمباراة النهائية ان شاء الله في الاستاذ محمد الخامس فيب دي امور خاصة خليني بس هلوقوا يمكن تعالوا افريقي اعلن النهاردة عن الكرة الخاصة بالمباراة النهائية الشكل التسويقي للمباراة النهائية من خلال الكرة من خلال الكاس اللي هيتم طبعا تسليمه بعد اللقاء لبطل هذه المباراة وبالتالي ده يمكن الشكل اللي هم اعلنوا عنه انا بقول لكم فيه حاجات مهمة اكتر من ان يبقى فيه كورة بتشوفها ولا الكاس حتى انا بقول لكم فيه حاجات تنظيمية اكتر كانت مهمة اكتر بكتير من انا اشوف الكورة والله الكورة حلوة قوي جميلة جدا والكاس جميل الكاس النادي الاهلي شالوا عشر مرات منهم مرتين اهوم متتاليتين وقابل كده ايضا مرتين لو نتذكر 2005 و2006 وبالتالي في انتظار نادي الاهلي يشيل الكاس للمرة التالتة لكن الاهم لامور التنظيمية امور التنظيمية اللي عليها خلاف كتير حتى الاهم وبالتالي الاتحاد افريقي بيعلن عن الكورة النهائي وايضا الصورة الخاصة بكاس افريقا